موسيقى مفاميلي معنا غدا سلامة معالجة نفسية نحكي عن الخصوصية عند الولاد موجود صباح الخير اليوم موضوع الخصوصية موضوع كتير مهم أكيد الأهل بيكونوا كتير أوقات أوفر بروتكتف يمكن وكتير بدون يظلوا عارفين أولادهم شو عم بيصير معهم بالتفاصيل المملة بعمر معينة شغلة منيحة بعمر صغير ولكن بأي أعمار بيبلش الولد في عنده أشياء بده يخليها لأله أول شي الولد هو وقت اللي بيكون عم بيتغير من مرحلة لمرحلة ونحن هلأ عم نحكي عن مرحلة ما قبل المراهقة لا يوصل هو للمراهقة أي عمر يعني يعني 12-13 هوني بيبلش الولد يطلب الخصوصية ونحن كأهل نحن مجبورين أنه نحترم هذا الشي لأنه هو وقت اللي عم بيطلب هالخصوصية نحن بدنا نساعد الولد يعني بدنا نعرف أنه ابننا عم بيتغير أو بنتنا عم بيتغيره عم بيكبره وقت اللي بيكون الولد عم بيكبر بيكون هو عم بيطلب الاستقلالية وبيلتي يوصل للاستقلالية لازم يكون في الخصوصية وأنا كأهل ويجب أنه أحترم هالخصوصية وساعده عليها بدي أعرف أنه ابني بده هو عم بيتغير عم بيتغير جسمه عم بيتغير عم بتتغير العواطف عنده عم بيتغير تفكيره بدي اسمح له اسمح له هو يختار تيابه اسمح له هو ينقي غرفته اسمح له كمان هو حتى الموسيقى ينقيها اسمح له حتى الويك أند هو يقرر فيه لأنه أنا وقت اللي بكون عم بساعده يبلش ياخد قرار عم بساعده يبلش يكبر وبيدي ألعب بهالشغلة أنه بعرف أنه فيه قرارات أنه الأهل هني بياخدوها البيسيكس بس كمان بدي بلش أنا اسمح له هو ياخد قرار حتى كرميل عوده أنه هو يكبر أنه هو ياخد مسئولية حاله فبقى الأهل هون ما يكونوا قلقين وقت اللي بيشوفوا أنه هالولد عم بيحب ينعزل عم بيحب يقعد لحاله عم بيحب هيدا شي كتير طبيعي الخصوصية يعني هي من توابع التطور عند الولد وهو بيها العمر بيطلبها وبيصير بده إياها هيدا عم نقول ما قبل المراهقة يعني عم نقول المراهقة بده يكون خلص ويصار عن جد عنده خصوصية عنده خصوصيته صار يعرف يتصرف فيها كمان مش بس صار يقدر يتصرف فيها بالمعزل عن أهله صار يعرف يتصرف فيها يعني بده مراحل بده مراحل هو أنا وقت اللي كمان بكون عم بعود ابني على هالخصوصية إذا أنا كمان عم بطلب منه كمان يحترم خصوصيتي يعني إذا بدي يفوت لعندي على القوضة لازم يدق على الباب كمان أنا لازم عامله بالمثل لأنه هو كمان شخص بهالبيت مثل مثلو بدي أحترم المساحات طبعه بده يكون عنده مساحة بالبيت بده يكون عنده اسمح له يكون عنده هال هالوقتي اللي بقضيه فيه بينه وبين حاله لأنه هو عم بيكبر هالولد هو بحاجة لأنه بيصير فيه تغيير بدي أتقبل هالشي بيصير فيه تغيير عم بيكبره هالولاد عم بيصير فيه تغيير نفسي عم بيصير فيه تغيير جسدي عم بيصير فيه تغيير عاطفي بده يقعد بينه وبين حاله بحاجة لهالاسباس انترن حتى يختبر رغباته يختبر هو شو بحب يختبر هو كيف بده يعني يشوف هالعالم حتى كرميل نوصل يقدر هو يحدد هويته بالمجتمع ويعرف كيف هو بده يكفي بهالمجتمع عم تحكي عن مساحة نفسية ومساحة فيزيكية كمان مساحة جغرافية حتى لو زاوية يعني اكيد كيف انا بالبيت عندي قوتي عندي طختي عندي المكان يلي انا بقعد فيه برتاح فيه هادي قوتي انا لازم اسمح له فيها قوتي يلي هو بيبكي فيها بيتضحك فيها بيحكي مع اصحابه بيعمل بروجياته يعني هادي هالقو ده انا مفروض فيني احترمه يعني ما فيني فوت لعند ابني افتح الباب وفوت عليه بدون ما انا دق على الباب لانه هون انا بخفف له قلقه بخفف له قلقه بخفف له قلقه وقال له انا اتخيلي هالاهل الانفاهيسانت يعني المهيمنة بدي افتح الباب وفوت افتح الجرور واخد غراد لا لازم انا احترم هالخصوصية لقلقه وكل ما انا كان عندي سئة او عطيته السئة وهو وسق فيني كل ما رح تكون هالامور اهون رحنا حكين بحلقات سابقة انه انا كل ما كان عندي صداقة مع ولادي مع ابني او بنتي كل ما انا رح يكون كل شيء هين علي بعدين الصداقة اللي هي بتفرض انه يكون الواحد عم يحترم صديقه ايه الصداقة اللي هي في احترام يعني صداقة هي متبادة للمسيحة اللي عم نحكي عنها ايه الصداقة اللي انا بدي يكون مكونتها انا بنتي او ابني بدي تكون هاي الصداقة من طلقة منه هو مش انه انا تشكيله مشاكل هموم المادية والمعنوية والزوجية والعاطفية لا صداقة من اهتماماته هو يعني انا كون قريبة منه كون يعني كل عمر عم بعيشه معه عم حب الفترة معه اللعب معه احضر تيفي معه اعمل بروجيات احكي معه احكي ما فينا يعني بهالفترة بخلينا نفرق بين الخصوصية والسرية يعني مش معناتها كمان الاهل بدنا ننتبه مش بدنا نرائب مش ما نرائب او بدنا نكون عنا رعاية حتى ما نقول مرائبة المرائبة مش حلوة خاصة بهالقيام في كتير اهالي عم بحطوا كاميرات بالقودة يعني وهي دي شغلة كتير مش حلوة خلينا هلأ منحكي شوي عن هالموضوع اذا بدك انه تخيلي انت مرائب كاميرات بقودة ولادهم بقودة ولادهم المراهقين يمكن بيصير الولد عمره 12 و13 وبعدها هالكاميرا تاركينا لا بدنا ننتبه على هاي بتكون عم تستعمل يعني عند الولاد الصغار لا فيه ناس حاطين كاميرات بقودة ولادهم منشوفهم عيديا منشوفهم ومنحكي مع الاهل انه لازم اكيد نشيل هالكاميرات سو بدنا رعاية مش مراقبة اكتر رعاية لهيدا الولد وبتعرفي الاهل هن بحطوا الاسس لعيلتهم بحطوا الاسس لحياة ابنهم لانه نحنا لازم يكون عنا للتعايش بهيدا البيت لازم يكون لانه بده يصير فيه تضارب بالقراء لانه بيصير فيه قرارات للويك انت شو بده يعمل لازم الاهل يوجدوا هالتوازن بين افراد العائلة وبين هن لانه هن رح شوية تبلش انه هالمسئولية تتاخد من تحت ايدهم هي القرارات عكل حال اذا عم نحكي عن مراقبة مثل ما عم تقولي كاميرايات مراقبة اذا ما كان يعني فيها العلاقة الحلوة بين الاهل وبين الولاد وهالتربية اللي مراحلة مثل ما عم تقولي كلها معاشي بطريقة صحية لا كاميرا بتفيد ولا اي مراقبة بتفيد يعني واي تدخل ما بفيد يعني بالعكس بيدفش اكتر للاشياء اللي خايفين من الاهل وانا وقت اللي بكون عم بعلم ابني احترم له كيانه احترم له مساحته وهو رح يظهر على المجتمع هاك يعني بنتي او ابني وقت اللي يظهروا لبرا اذا تلاقوا باشخاص كانوا عشوائيين معهم او محترموا خصوصيتهم هن رح يعرفوا يتصرفوا ويظهروا من هالعلاقة الغير صحية يعني كل شي بيبلش بالبات لانه انا متل ما بعرف بعيش سهيدا هالولد وقت اللي انا بعلمه على الخصوصية عم تحميه بدون ما عم تحميه اكيد لانه رح يظهر هو على المجتمع ورح يعرف يحمي حاله او ما يخلي الاخر يقرب عليه بس يحس انه في شي غير صحي هو رح يعرف يدافع عن حاله وقلا رح نصير بالعكس رح يصير يفوت بعلاقات غير صحية حتى وقت اللي يتزوج كمان ما ننسى انه اذا ما فيها الخصوصية بيصير فيها المشاكل اللي اكتر انه انا بدي شوف الاخر شو عم يعمل بدي ضل ملاحة الاخر شو عم يعمل اذا كان زوجي او اذا كانت زوجتي وبيدي شوف التليفون وبيدي بصير هون بيفوت باشي غير صحية فاذا هالخصوصية وقت اللي انا ببلش احترمها وبلش اسمح له للولد فيها هو رح يكفي فيها برا ورح يعيشها ورح يكون حامي حاله انا انا عم نحكي عن عمر 11 و 12 و 13 سنة للمراهقة بيكونوا ببلشوا اذا الولاد بدون ياخدوا قرارتهم هلأ ما ياخدوا قرارتهم قبل بكتير من هذا العمر فينا بتعرفي لانه هون بيكون الولد عم بيختبر حاله اذا انا طلبت هيك هني رح يقبلوا انا صار فيني اخد قرار فيني شوي يعني هي انا لازم نعرف اي متى نقرب اي متى بعد هي هي هيك التربية انه مثل كيف منقول هيك الطبخة رشة رشة ابهارات هيك بتخليها تصير بتجنن او لا انا لازم اعرف اي متى قرب اي متى بعد بيقدر ابنائنا بيقدروا ياخدوا قرارات وبيقدر اسمحلهم يعني خاصة اذا كان انا عارفة انه هيدا القرار منه في شيء بضره انا بعرف هو لوين رايح بعرف يعني باني هالعلاقة الصداقة اناوية واذا ابني معجب فيي معجب كام او كبي هو رح وقت اللي انا بملي علاقة او انا بحكيه او انا وقت اللي بقله رح ياخد بعيني الاعتبار انا شو قلت له نرجع للخصوصية بحد زيتا اوقات كتير بهيدا العمر بيخافوا الاهل انه يكون الولد عم بيتعلم اشياء مش لصالحه عم بيكتسب عادات سيئة وكونه اوقات بيحبه ومنقول كمان انه الولد اللي كتير عنده كمان عزلة كمان لازم نفتش ليش دايما بده يقعد لحاله يعني وين الاكليبر بها الموضوع هلأ نحنا كمان يروح الولد على العزلة العزلة كل شيء وقت اللي بيروح على الاكستريم منه صحي عطول نحنا اللي عم نحكيه انه بدنا نضل ضمن ضمن لحدود يعني لا عزلة 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 ولا انه كمان ما يكون عنده وقت لحاله هون انا كدوري كاهل هون اللي حكينا انه بده يكون فيه رعاية يعني اكتر كون انا حد هيدا الولد لانه انت بتعرفي افهم شو هي حاجاته افهم شو هي حاجاته اخده قاعد لقعرف شو هي حاجاته وساعده لانه هو هون بهالمرحلة هو رح يكون كاول مرة كاول مرة رح تكون اول ظهرة اول سهرة اول اذا بديك المعاطاة بالمساري علمه كيف بده يحكي مع الجنس الاخر حتى كرميل كمان خففله علمه مش افرد عليه ايه مش افرد عليه لا اكون حده ارعاه حتى كرميل انا خففله كمان من قلقه من مخافه من هالمجتمع فيه نوع تياب يمكن ما بيلبق له فيه نوع قصة شعر لكن ما بتلبق له يمكن فيه بعض الاشخاص ياللي هنه مش مؤذيين ولكن مش مناسبين لشخصيته كل هذي اوقات كتير بتدخلوا فيهم الاهل بطريقة ومفرطة كمان عنده مشكل بالمدرسة مع معلمة او مع حيالة تدخل بيكون كتير مباشر نحن بهالمرحلة اللي هو عم يكبر فيها وعم بطور شخصيته نحن حكينا انه لازم نحترم الستيل طبعه نحترم هو بشو عم بيمرق هلأ يمكن هي تكون مرحلة ويقطع فيها اهم شي ما نظل عايشين بالانتقاد لاله يعني ما فيني يكون انا كاهل عم بانتقد هيدا الولد اللي هو عم بيطور شخصيته عم بيشتغل على شخصيته بدي ساعده في محلات اكيد لازم يكون حده لازم يكون بس ما افرض عليه احكي قد ما فيني احكي لانه انا فترضي بنتي او ابني عملوا شي نزلوا شي على السوشال ميديا ما عجبني ما فيني انا اجي افرض عليها وفوت وقل لهم بلا بديك اتشيليهم بديك بديك لا بدي احكي معا بدي اتناقش انا وياهم بالموضوع فسر لهم ليه هالشغلة مش مظبوطة يعني ما بدي يكون ما بدي يكون استبدادية ممنوع نكون استبدادية بهيدا العمر لانه نحنا بالعكس ساعتها مناخد الولد يكون ان عيزالي اكتر يكون ما يكون فيه نقاش هو واهله انا بدي افتح له مجال لنقاش يناقشني قد ما فيه ناقش يناقش ويسأل هو وانا اعطيه الاجوبة اليوم عم نحكي عن اول دهرة واول سهرة بهذه الظروف اللي احنا عايشين فيها الناس يعني كمان عندهم حماية مفرطة لولادهم لانه ظروفهم هنه كمان صعبة هنه كمان قد لازم يكون فيه نقاش كمان بهالموضوع ولو كان عمر صغير ويمكن بعد ما بدنا نحمله هموم الدنيا لك كاتيا بكل بات هو فيه مثل انون انون داخلي لك البيت هيدولي انا لازم يكونوا موجودين خاصة ان احنا بحاجة لانه لانه حتى ابنائنا بيظهروا على المجتمع بروحوا على مدرسة في انون بروحوا على شغل في انون يعني انا هون كنا عم بعلموا انه فيه انون داخلي فيه اشياء اساسية انا حطتها واكيد الكل اللي منكون نحنا عايشين بفرد بات بدنا نكون متفقين عليها يعني ممنوع مثلا ان نروح على هيدا ما بحب تروح لهيدا المحل بكون حيكي انا وياه بهيدا القرار او مثل ما حكيتيني انه عن قد بكون فيه منطق بالموضوع فيه منطق بالموضوع مثل ما حكينا انه فيه امور فيه اشياء وانين داخلية بكل بات عنده انون داخلي لقلو بدنا نكون نحنا نعرفه بدنا نكون نحنا مع ولادنا حكين فيه لانه كمان بهيدا القنون وقت اللي هو بيفوت بهيدا القنون بقلب البيت هو رح يظهر لبرة لانه بالشغل في انون هيدا كله رح يسهله حياته ما انه رح يكون شي معرقله حياته هون انا بكون كمانا عم بساعده يعني شفتي هال هالتوازن يلي انا بدي بدي انا استدخله ككبيري قبل حتى ارجع انا خلي ابني هو يستدخله هالتوازن هيدا يلي انا كاهل بده يكون عندي بده يكون شغل عليه وبده يكون كمانا مثل ما عم نحكي من نحنا وصغار كل مرحلة الى وينينا والا ايه بده نعرف امتى بيتغير الانون كمان الانون ما بيسرع على كل افراد العائلة نفس الشي وزيت الاعمار ما هيدا اللي عم نقول يعني نحنا حياتنا موسمية يعني كل موسم بتتغير مع الولد هلأ عمره ثلاث شهر في شي سبت شهر شي سنة شي عرفته يعني كل هؤ المراحل نحنا كمان بدنا نكون شغلين عليهم من قبل انه منه هلأ بس بعمر المراهقة انه انا جيت بلشت بدي فوت استدخل هالأمور كلها لا اكيد ما نكون شغلين من وقت اللي منزروا من وقت مش علامة هلأدي بيكون فيه يعني وضوح كمان بالنقاش بين الاهل وبين الولد وهلأدي ما اقتنع الولد انه اهله مش لانه طالع عبالهم عم بيحطوا قانون لانه هالقانون مفسر واضح معروف ليش انشغل عليه مش لانه بس طالع عبال اوات كتير بيكون بس لانه طالع عبال لأهل يعني كمان بيحطوا قانون تعصف ممنوع الاستبدادية هون لما هالأدي بيكون فيه وضوح بالنقاش وما فيه استبدادية مثل ما عم بتقولي كأنه الولاد حتى بعمر المراهقة بيصيروا يحترموا مخاوة في أهلهم يخدوا ويعطوا لحتى لي يريحوا هالأهل بدهراتهم كتير حلو هالجملة الالتية هون بيصير فيه مثل اذا بدك بين الأهل والولاد بيصيروا الأهل بيعرفوا بيعرفوا حدودهم يعني الجملة الالتية صار الولد يعرف حدوده تجاه أهله ليه لأنه أهله عرفوا حدودهم تجاهه سو هون صار فيها الكمباتيبليتة وصار فيها التعايش وهالتقارب نحنا بحاجة أنه الأهل يصير فيه تقارب بين الأهل والولاد مش لأنه صحيح نحنا فيه فرق جينيراسيون بس نحنا بحاجة أنه نحنا نقرب نحنا لعندهم وهن يقربوا لعنا فبقى هون بيكون أكيد نجحت كتير هالطريقة وصلنا لحل كتير مناسب بين الأهل والولاد غدا سلامي معايش نفسي أهلا وسهلا فيك شكرا كتير لها الصبحية الحلوة وقفة هلأ ونجرى متابعة لايف اشتركوا في القناة